جو بديئ طبعا جو احنا بدأنا الصيف بداية الصيف شوفوا الخضار موجود همها خضر عن جبال والوديان وشيون كلها خضار خضار بخضار هس قلنا نشوفكم شون يصعدون التلفريك يصعدون فوق ينزلون يصورون بعض الصور التذكارية ويرجعوا بنفس المقعد مالا حتى ينزل شوف هنا هسا دولار رح يدخلون الأطفال مجاني به العمار الصغير أما الكبار سعر التذكارية 2000 درام 2000 درام هي عادة 8 دولارات 9 دولار شوف هنا هسا رح ينزلون شون ينزلون بلا ما يوقف التلفريك لازم ينزل ويطفر يركض على الصبحة هنا نفس الحالة رح يصعدون هسا دولار دخلوا بلا شو يدخلون هاي تعال هوا مباشرة هاي هاي بلد حضرتوا؟ نحن بالإمارات نحن بالإمارات نحن بالإمارات أردنيين مخيمين في الإمارات أرحب بكم أخي أرحب بكم حوائلكم الكريمة يشرفنا أن رافقكم أخوان بس حبيت أذكر إجاءنا اتصالات كل الشواية نعرف إحنا الآن إخواننا الإسلام في شهر رمضان والصايمين والأكثرية متهيئين بعد شهر رمضان يقمن عوائلهم ويزوروا أرمينيا أو جورجيا أو أي بلد آخر الكلام يخص من اتصل بنا وطلب أن يزور أرمينيا وإحنا نرافقهم آرارات للسياحة ترافقهم نرجوكم أريد أن نقول لكم بأن الفنادق عن جد تقريبا ممتلئة يوميا عندنا اتصالات بالفنادق الفنادق ممتلئة والشقق السكنية محجوزة أغلبها الذي يريد مقرر يجي خلي يحجز تذكرته ويتصل بنا اليوم قبل ما يتصل بنا بكرة اتصلوا بنا جماعات دزينا لهم الباكيج اللي عبارة عن حجز فندق في أحد الفنادق مع الباكيج الباكيج إحنا نسوي السكن مع البرامج السياحي إن هي إلى سيارة مع السائق مع مرشد سياحي عربي متمرس يطوب البرنامج نقول له يا أخي أو يا أختي خلال اليوم حاولوا تنطونا الخبر لأن احنا اتصلنا بالفندق الفلاني أكدونا نعم نقدر نطيكم غرفتين أو ثلاثة يعبر يوميا ثلاثة يلا يردونا الخبر نرجع نتصل بالفندق قلنا متأسفين والله انحجزة الغرف اللي كانت وطال بها فحتى نتلافع هذه المشاكل نرجوكم أن تأخذوا الموضوع بشكل جديد إذا اللي يريد يسافر إحنا مريد نجبر أحد لكن نقول اللي يريد يجي أهلا وسهلا ميت أهلا وسهلا يتصل بنا مسبقا ويلتزم بالمواعد لما يقول لنا اليوم نرد الخبر خلي اليوم يردنا الخبر شكرا